بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من دروس كيميا 2-2 معكم معلمتكم العنود الاعتابي ونرحب بأستاذ لغة الإشارة بندر الصالح بإذن الله اليوم سيكون تكمل لدرس نظرية التصادم وطاقة التنشيط وسرعة التفاعل الكيميائي نحن في الباب الثالث في الدرس الأول من الباب الثالث وهو بعنوان نظرية التصادم وسرعة التفاعل الكيميائي تعلمنا في الحصة الماضية نظرية التصادم اتجاه التصادم من هو الاتجاه الصحيح وغير الصحيح ما الاتجاه المثمر أو التفاعل المثمر وغير المثمر كذلك تكوين المعقد المنشط اليوم بإذن الله سيكون متابعة لهذا الدرس وتابع اتجاه التصادم وتكوين المعقد المنشط كذلك طاقة التنشيط ثم بعد ذلك نتعرف على فروض نظرية التصادم وشروط التصادم المثمر أو الفعال ثم بعد ذلك الخلاصة وحل التقويم إذن نظرية التصادم وسرعة التفاعل الكيميائي فكر رئيسة فيه نظرية التصادم هي المفتاح الأساسي لفهم الاختلاف في سرعات التفاعل الكيميائي أهدافنا كانت تحسب متوسط سرعة التفاعل الكيميائي من بيانات التجربة وتربط بين سرعة التفاعل الكيميائي كذلك التصادم بين جسيمات المواد المتفاعلة مراجعة المفردات الطاقة هي القدرة على بدل شغل أو إنتاج حرارة طبعا تكون في صورة طاقة وضع أو طاقة حركية مفرداتنا الجديدة اليوم سنكمل بإذن الله وستكون طاقة التنشيط نظرية التصادم لنسترجع معلوماتنا ما هي نظرية التصادم يجب تصادم الذرات والأيونات والجزيئات بعضها ببعض لماذا؟ لكي يتم التفاعل فيما بينها وهذه هي نظرية التصاد أيضا نسترجع معلوماتنا كانت هذه الصور موجودة لدينا أيهما كان يعطيني تفاعل ويكون نواتج نلاحظ هنا في A أن الاتجاه غير صحيح عندما حدث التصادم حدث بعد ذلك ارتداد لاتجاه الأكسوجين للأكسوجين فنقول هنا أن الاتجاه هنا غير صحيح بالنسبة لبه كانت الأكسوجين مقابل كذلك النيتروجين فالاتجاه هنا غير صحيح وحصل لارتداد فالذي حدث هنا أن التصادم تم بشكل غير مناسب بالتالي لن يعطيني له نواتج كانت في C أعطتني نواتج وكان الاتجاه لدينا صحيح وتكون مركب لحظي ومؤقت نسميه المؤقت المنشط ثم على ذلك حدث انفصال وتكسير روابط ثم أن تجلي ناتجين ونقول هنا أن التفاعل في هذه الحالة اتجاهه صحيح وهو أيضا مثمر كذلك يحدث عندما تكون جسيمات عمرها قصير نسمي هذا المركب المعقد المنشط وعرفنا المعقد المنشط بينه مرحلة انتقالية أو مركب مؤقت وهي أيضا حالة غير مستقرة من تجمع الدرات بعضها مع بعض ماذا يحدث خلالها؟ تكسير روابط أو تكوين روابط جديدة كذلك قلنا أن ناتجة لذلك قد يؤدي المعقد المنشط لتكوين مواد أو حتى العودة لتكوين المواد المتفاعلة عندما يكون التفاعل عكسي ثم بعد ذلك توقفنا في D وقلنا ماذا سيحدث في D هنا حصل تصادم ولكن ارتداد بالرغم من أن الاتجاه كان صحيح بالرغم من أن الاتجاه كان صحيح إذن لا يؤدي التصادم في الشكل D إلى حدوث نواتج أو لحدوث تفاعل لعدم توافر طاقة كافية لحدوث هذا التفاعل لذلك لا يحدث تفاعل بين جزيئات أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد النيتروجين ما لم تكن هناك قوة كافية لإحداث هذا التفاعل وهذا هو السبب في عدم وجود نواتج في هذه الحالة نقول أن الاتجاه صحيح ولكن الطاقة هنا غير كافية الطاقة غير كافية هنا الاتجاه صحيح ولكن الطاقة غير كافية لذلك لا يؤدي لتكوين نواتج إذن ما المقصود بطاقة التنشيط؟ طاقة التنشيط تنوز لها بالرمز AA هي عبارة عن لاحظ معي الحد الأدنى يعني الحد القليل من الطاقة لدى الجزيئات المتفاعلة واللازمة لتكوين المعقد المنشط أو المركب اللحظي والمؤقت وإحداث بعد ذلك التفاعل فنسميها طاقة التنشيط نسميها طاقة التنشيط قارن بين السي والدي في هذه الحالة لاحظ هنا الاتجاه صحيح وكذلك هنا الاتجاه صحيح هنا لم تكن هناك طاقة كافية لحدوث التفاعل فحصل لي ارتداد لكن هنا كانت هناك طاقة كافية لإحداث المعقد اللحظي المعقد النشط أو المركب اللحظي بعد ذلك أنتجت لي نواتج إذن هنا كانت هناك طاقة للتنشيط وهنا لم تكن هناك طاقة للتنشيط برغم أن كل من C و D اتجاههما صحيح هذا هو المعقد المنشغ لاحظ معي هذه الصورة أي يوم يحتاج طاقة أكبر دفع الجسم إلى أعلى أم تركه ينزل إلى أسفل عندما أقوم بدفع شيء إلى الأعلى فأنا أحتاج إلى قوة أكبر وطاقة أكبر عندما أتركه ينزل فأساسا أن الجاذبية الأرضية ستقوم بسحبه إلى الأسفل فأني يحتاج مني طاقة عالية إذن أيهما يحتاج طاقة أكبر في هذه الحالة دفع جسم لاحظ إلى أعلى طبعا إلى أعلى سيحتاج طاقة أعلى مني وقوة مني أم سحبه إلى أسفل فالجواب إذا كانت دفع لأعلى طبعا سيحتاج الشخص طاقة كبيرة لدفع العربة أو أي كان الجسم الموجود لديه نحو القمة أما إذا كان إلى أسفل سيحتاج طاقة مني أقل وأيضا يكون السحب إلى أسفل طبعا أسرع وأسهل بالتالي ستكون أساسا تساعدني الجاذبية الأرضية في إنزاله إلى الأسفل وهذا هو بالضبط ما يحصل معي عندما تكون هناك طاقة للتنشيط فالطاقة هنا في بعض التفاعلات تحتاج إلى قوة وطاقة عالية حتى يحدث بعد ذلك يعطيني النواتج يلخص بعد ذلك الجدول واحد ثلاثة فروض نظرية التصادم الواجب توفرها لحدوث التفاعل ما هي الشروط حتى يحدث تفاعل أولا حتى يحدث تفاعل يجب أن يحدث تصادم إذا لم يحدث تصادم لن يكون هناك تفاعل إذن يجب أن تتصادم الذرات أو الآيونات أو الجزيئات المواد المتفاعل يقصد فيها هذه الأنواع الثلاثة وحدة منها يجب أن تتصادم ليس من الضروري أن يؤدي كل تصادم بين الذرات والآيونات والجزيئات إلى حدوث تفاعل قد نخلط مادتين مع بعض ولكن لا يعطيني تفاعل إذن ليس من الضروري أن يكون هناك تفاعل حتى يحدث التفاعل لابد أن يحدث التصادم وبعض التفاعلات قد لا تعطيني أساساً أي نوع من التصادم وأي نوع من التفاعلات هذه هي الفروض لكن ما هي الشروط ما هي الشروط حتى يصبح التصادم فعال أو مثمر ما هي الشروط حتى يصبح التفاعل فعال أو مثمر طبعاً نحن نعرف ونربط بمادة الفيزياء هناك تصادم مرن وغير مرن أو تصادم مثمر وغير مثمر ارجع لمادة الفيزياء وانظر ما هي الشروط الواجب توفرها حتى يحدث التفاعل يجب أن تتصادم المواد المتفاعلة أولا في الاتجاه الصحيح مثل ما رأينا في A و B و C و D في الأشكال التي قبل قليل بعضها كان اتجاهها صحيح ولكن لا تعطيني لعدم موجود طاقة كافية بعضها أساسا الاتجاه غير صحيح إذن الأولا يجب أن يكون التصادم في اتجاهي الصحيح كذلك يجب أن تتصادم المواد المتفاعلة بطاقة كافية لتكوين المعقد المنشط حتى يعطيني النواتج بعد ذلك إذن لا بد أن يكون الاتجاه صحيح ولا بد أن تكون لدي طاقة كافية لتكوين المعقد المنشط المعقد المنشط بعد ذلك سيعطيني النواتج إذن هذه هي شروط التصادم الفعال إذن نعود للفروض الفروض يجب أن يحدث تصادم وليس كل تصادم ممكن أن يعطيني تفاعل ولكن الشروط يجب أن تتصادم في الاتجاه الصحيح ويجب أن تكون هناك طاقة كافية لحدوث هذا التفاعل لتكوين المعقد المنشط لأنه نفرق بين الشروط والفروض نعود لهذه الصورة لاحظ معي عندما تكون قيمة طاقة التنشيط هنا عالية لاحظ هنا لاحظ السهم هنا عالية هذا يعني أن عدد أقل من الاصطدمات له طاقة كافية لتكوين المعقد المنشط لذا عندما أقوم بدفع جسم ثقيل إلى أعلى سأكون بطيئة إذن ستكون السرعة بطيئة فالطاقة تحتاج مني طاقة عالية حتى أرفع الجسم إلى أعلى نفس الطريقة هنا حتى يحدث التفاعل يحتاج طاقة أعلى فسيكون التفاعل بطيء يكون التفاعل بطيء لكن الثاني إذا كانت قيمة الطاقة التنشيط منخفضة الطاقة منخفضة فالتفاعل سهل وسريع يعني أن هناك عدد الاستدامات كبير التي لها طاقة كافية أيضا لحدوث التفاعل لذا سيكون التفاعل في هذه الحالة أسرع ارجع هنا يعني أن الاستدامات قليل إذا حقق الشرط الأول وهو الاستدامات والطاقة ستكون لابد أن تكون كافية وهو الشرط الثاني من التفاعل المثمر حتى يعطيني التفاعل لكن الطاقة هنا الأساسية وهي طاقة التنشيط عالية بالتالي سيعطيني تفاعل بطيء فهي نوعا ما ستكون علاقة عكسية إذا كانت طاقة التنشيط منخفضة منخفضة الطاقة منخفضة تذكر الصخرة أو العربة عندما أتركها تنزل قليل الأسفل فالطاقة منخفضة إذن بالتالي سيكون عدد الاستدامات كبير عندما يكون عدد الاستدامات وهو الشرط الأول لإحداث التفاعل الفعال وجود الاستدامات والاتجاه يكون صحيح أيضا سيحتاج طاقة كافية لحدوث التفاعل هنا الطاقة منخفضة إذن سيكون التفاعل سريع وسهل جدا يبين هذا الشكل أيضا مخطط الطاقة لتفاعل أول أكسيد الكربون مع النيتروجين لحظة المعادلة عندي أول أكسيد الكربون مع ثاني أكسيد النيتروجين يعطيني ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد النيتروجين لاحظ معي الطاقة للمتفاعلات ولاحظ هنا الأسهم طاقة التنشيط هنا في المتفاعلات لاحظ هنا في النواتج يبين هذا المخطط قلنا طاقة التنشيط في التفاعل للتفاعل التي تعد حاجز حتى تعبر المتفاعلات للنواتج هنا حاجز وهي طاقة التنشيط إذن هذه الطاقة هي حاجز أمام حدوث التفاعل لابد أن تكون هناك طاقة كافية حتى يعبر التفاعل هذا الحاجز فيحتاج إلى طاقة كافية إذن هذا هو التفاعل مرة أخرى كتبنا يجب حتى تعطيني النواتج أن تتغلب المواد المتفاعلة على هذا الحاجز ولاحظة وضعت دائرة عليه إذن لابد أن تتغلب على هذا الحاجز والحاجز هو طاقة التنشيط لابد أن تكون هناك طاقة كافية حتى يحدث إذن لابد أن تتغلب أو يجب أن تتغلب المواد المتفاعلة لتكون المواد الناتجة في هذه الحالة حتى تكون الطاقة كافية لابد أن تتصادم وهو من شروط تفاعل تتصادم جزيئات CO مع الNO2 أيضا شرط الثاني وجود الطاقة الكافية للتغلب على هذا الحاجز لنرى الآن الطاقة الخاصة بالمتفاعلات لاحظة الطاقة الخاصة بالمتفاعلات والطاقة الخاصة بالنواتج أيهما أعلى؟ أيهما أعلى؟ إذن طاقة المتفاعلات لاحظ أنها أعلى من طاقة النواتج إذن تكون طاقة النواتج في هذه الحالة أقل من طاقة المواد المتفاعلة عندما تكون الطاقة أقل تسمى هذه أو فقد الطاقة تسمى الطاقة الطاردة للحرارة تكون شرتها طبعا سالبة أحسنتهم إذن تكون طاقة النواتج لاحظ السهم هنا أقل من طاقة المتفاعلات بالنسبة للسؤال اختبار الرسم البياني مطروح لديك السؤال في الكتاب فسر كيف يمكنك أن تعرف من خلال الرسم ما إذا كانت تفاعل طارد للحرارة أم ماص طبعا سترى أين هو موقع طاقة النواتج بالنسبة للطاقة المتفاعلات نرى هنا أنها أقل بالتالي مستوى طاقة المواد المتفاعلة أعلى من مستوى طاقة النواتج لذلك تفقد الحرارة هذه وتفقد الطاقة في صورة حرارة ننتقل الآن إلى عندما يكون التفاعل عكسي عندما يكون التفاعل عكسي إذن لاحظ هنا النواتج أصبحت متفاعلات والمتفاعلات أصبحت نواتج أيضا أنظر إلى الطاقة أيهما سيكون أعلى في الطاقة النواتج أو المتفاعلات إذن عندما يكون التفاعل في هذه الحالة عكسي سيكون ماص سيكون ماص للطاقة لماذا ماص؟ لأنه يريد أن يعيد تكوين المواد المتفاعلة مرة أخرى بالتالي سيمتص الطاقة لنرى الآن الأسهم الخاصة فيها طبعا لاحظ هنا الطاقة النواتج في هذه الحالة ستكون أعلى من طاقة المواد المتفاعلة طبعا هنا التفاعل العكسي إذن يكون مستوى طاقة المتفاعلات في هذه الحالة أدنى من طاقة النواتج بالتالي سيعطيني تفاعل ماص للطاقة إذن حتى يحدث التفاعل أيضا هنا حاجز لاحظ الطاقة لاحظ ارتفاع الطاقة ولاحظ أيضا ارتفاع الطاقة بالنسبة للنواتج إذن النواتج في هذه الحالة ترى أمامها حاجز ترى أمامها حاجز إذن لابد أن تتغلب على هذا الحاجز وعلى طاقة التنشيط حتى تعيد مرة أخرى تكوين المواد المتفاعلة الأساسية في التفاعل الأساسي أيضا هذا يحتاج طاقة عالية أكبر من طاقة المتفاعلات ولذلك نرى أن طاقة النواتج في هذه الحالة أكبر من طاقة المتفاعلات كذلك لاحظ معي الأسهم إذا حدث هذا التفاعل العكسي وأن تجلي المواد المتفاعلة الأساسية في التفاعل الأساسي بالتالي سيكون مستوى طاقتها أعلى وسيكون التفاعل أيضا ماص للطاقة بالنسبة لإختبار الرسم البياني قارن بين طاقتين التنشيط للتفاعلين الأمامي والعكسي لذلك الصورتين الآن هذا هو التفاعل الأمامي الذي درسنا في بداية هنا التفاعل العكسي فيقول قارن بين طاقتين التنشيط قارن بين طاقتين التنشيط لاحظ هنا طاقة التنشيط طاقة التنشيط هنا ستكون للنواتج عالية وهنا أيضا لاحظ الطاقة التنشيط طبعا طاقة التنشيط لاحظ أنها بداية من الخط المتقطع هنا أيضا من الخط المتقطع إذن ستكون طاقة التنشيط للتفاعل العكسي أكبر من طاقة التنشيط للتفاعل الأمامي فهذا هو المقارنة بينهم طاقة التنشيط للتفاعل العكسي أكبر من طاقة التنشيط للتفاعل الأمامي عن طريق الصور تستطيع استخراج الإجابة ننتقل الآن إلى الخلاصات بعد ذلك حل أسئلة التقويم يعبر عن سرعة التفاعل الكيميائي بمعدل التغير في تركيز المواد الناتجة والمتفاعلة في وحدة الزمن ثانيا غالبا ما تحسى بسرعة التفاعل الكيميائي معبر عنها بوحدة مول لكل لترفيئة ثانية أيضا لا بد من تصادم الجسيمات لحدوث التفاعل ولا بد من تحقيق الشروط الخاصة بي ننتقل الآن إلى سئلة التقويم جد العلاقة بين نظرية التصادم وسرعة التفاعل جد العلاقة بين نظرية التصادم وسرعة التفاعل طبعا تفسر نظرية التصادم كيفية حدوث التفاعلات وكذلك كيفية تعديل سرعة التفاعل السؤال الثاني فسر على ما تدل سرعة التفاعل لتفاعل كيميائي محدد أيضا سرعة التفاعل إذن تبين للتغير في تركيز المواد المتفاعلة أو الناتجة طبعا سرعة إذن لا بد أن يكون هناك زمن إذن مول لكل لتر في الثانية الواحدة قارن بين تركيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة خلال فترة التفاعلة على افتراض عدم إضافة أي مادة جديدة على افتراض إذن تركيز المواد المتفاعلة سيتناقص لأنه أنتج لمواد ناتجة إذن ستتزايد تركيز المواد المتفاعلة سيكون التناقص والتزايد بسرعة نفسها سبعة فسر لماذا يعتمد متوسط سرعة التفاعل على طول الفترة الزمنية اللازمة لحدوث التفاعل لماذا يعتمد متوسط سرعة التفاعل على طول الفترة الزمنية اللازمة لحدوث التفاعل هنا علاقة التغير في سرعة المواد المتفاعلة والناتجة ليست علاقة خطية مع الزمن هنا ليست علاقة خطية مع الزمن السؤال الثامن صف العلاقة بين طاقة التنشيط وسرعة التفاعل الكيميائي ما العلاقة بينهم؟ إذا ازداد الطاقة التنشيط قلت سرعة التفاعل الكيميائي إذن تقل سرعة التفاعل كلما ازداد الطاقة التنشيط سنقول أن هنا العلاقة عكسية سؤال تسعة لخص ماذا يحدث خلال فترة تكون المعقدة المنشطة القصيرة ماذا سيحدث تتكسر الروابط في المواد المتفاعلة في حين تتشكل روابط جديدة لتكون النواتج سؤال حشرة طبق نظرية التصادم لتفسير لماذا لا تؤدي الاستدامات بين الجسيمات التفاعل دائماً لحدود تفاعل لا بد أن يكون هنا الاتجاه مناسب كذلك لا بد أن تكون الطاقة كافية لإحداث أو تكوين المعقد المنشط حتى يعطيني النواتج بالنسبة يقول احسب متوسط سرعة التفاعل بين الجزيئات A و B إذا تغير تركيز المادة A من 1 ملار إلى 0.5 ملار خلال ثانيتين طبعاً ستكتب القانون لدي بما أن هنا يقول تغير المادة A إذن ستكون الإشارة السالبة بعد ذلك نقوم بالطرح أن التركيز النهائي ناقص التركيز الابتدائي إذن سالب 0.5 ملار ناقص 1 ملار والتغير سيكون 2 ثانية أو 2 ثانية ناقص له 0 ثانية سيعطيني الناتج 2 ثانية ثم بعد ذلك الناتج النهاية سيصبح 25% مول لكل ترفيه الثانية لديك النشاط المنزلي في تفسير البيانات مختبر حل المشكلات كيف تتغير سرعة التحلل خلال الزمن؟ المركب الموجود لدينا 5 أكسيد ثاني أثناء النيتروجين موجود في الهواء وفق المعادلة التالية سيكون التفكك 5 أكسيد ثناء النيتروجين يعطيني ثانية أكسيد النيتروجين مع الأكسوجين يقول يمكن تحديد التركيز في أي وقت من خلال معرفة سرعة التحلل أيضا يبين الجدول هذا هو الجدول المقابل النتائج التجربية التي تم الحصول عليها عند قياس تركيز 5 أكسيد ثناء النيتروجين خلال فترة زمنية محددة وأيضا الضغط عند الجو العادي درجة الحرارة عند 25 درجة سلولوزية فالمطلوب أحسب متوسط سرعة التفاعل خلال فترة زمنية وأعطاك الفترات الزمنية ثم بعد ذلك أعبر عن سرعة التفاعل في كل فترة بقيمة موجبة وأيضا بالوحدات مول لكل ترفيء الثانية وهذا هو الجدول الموجود لديك مرة أخرى وضعته ثم السؤال الثاني أحسب متوسط سرعة التفاعل خلال فترة زمنية بعدد مولات الناتج الأول وهو ثاني أكسيد النيتروجين لكل ترفيء الدقيقة ثم استعمل المعادلة الكيميائية لتفسير العلاقة بين السرعات المحسوبة في هذا السؤال وأيضا المحسوبة في السؤال الأول وثلاثة فسر البيانات والنتاج التي توصلت إليها واستعملها في وصف كيفية تغير سرعة التحلل خلال الزمن أخيرا طبق نظرية التصادم لتفسير سبب تغير هذا التفاعل بإمكان معلمك أو معلمتك بساعدتك في حل هذا النشاط إلى هنا الطلاب ينصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم شكرا لكم وحسن استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته